تلكع وتأخير ونقص في الخدمات دفع أهالي هذا المجمع وعدد من الأشخاص الآخرين للخروج بتظاهرة واعتصام بعد أن ذاقوا مرارة ترد واقع الخدمات وعلى رأسها الكهرباء الوطنية التي لم يروها منذ عام 2014 ولغاية ساعة إعداد هذا التقرير وفقا لما يقولون لا يوجد كهرباء وطنية لا يوجد داخل المجمع هذه المجمعات التي قدامك المصرف الرشيد هذه المجهزينها مولدات مولدات على حساب الناس على حساب السكنة وإحنا المبادرة اللي خلفهم ماكوا أصلاً لا مولد ولا وطنية كشوا مع بهم يعني بس البنايار تهيتي فارغة كشوا مع بها خدمات ما عندنا كهرباء ومي ماكوا عندنا الحد لها ميتانكيات الكهرباء ماكوا والمي عندنا هنا مو إسالة ميتانكيات صهريج يجي فرغ للتانكيات ويصعد للتانكيات فوق عود ينزل للشقاق هذا أول فقرة الشي ثاني عندنا المستثمر مترك المستثمر هنا عندنا متركة يعني يريد نشوف صورة حل مسؤولين نحن نريد ما هي هذا استمار بغداد عندنا هنا المستثمر متركة يريد نسحمل إجازة من عدة يجي يجي مستثمر ثاني نظيف وخليه يشتغل يشتغل هذا ترى التعب المجمع العالم كله تعبت شتريد يساوه بعد زيان المجمع صال من 2014 لحد الله شريد يصير بعد يرحموا ألديكم الناس تعبت البعض قدم على شقق سكنية عندما كان مستمرا في وظيفته الحكومية ليتفاجأ بمرور أكثر من سبعة سنوات من الوعود تقاعد وما يزال بانتظار حلم استلام وحدته السكنية منها أنا موظفة سجلت عليها طلعت تقاعد وبعدها طلعت تقاعد وبعدها ما مستلمت شنت بالوظيفة وسجلت على المجمع وطلعت تقاعد وأنا ما مستلمت حصل للقفر من يستلمها ورايا حتى الجهال يطهد يعني قاعد نعاني هاي الناس هالكلة قاعد نعاني الشقق ما مسلمينها لا المبادرة لا المية لا المية بعدتي ما كون ما مبطنها بس الحاسوب يعني نعاني معاناة كلش متعبانين حلوة يعني هذا المتجاوز القاعد على الدولة وقاعد على الدولة وقاعد على ملك الدولة أحسن من المجمع هنا الكهرباء الوطنية غير مرفقة بهذا المجمع بتاتان والمياه تنقل بسيارات كبيرة إلى الخزانات أما الخدمات الأخرى التي يفترضوا أن تتوفر ضمن شروط الاستثمار والعقود المبرمة بين سكان المجمع والشركة فلم تتعد الحبر على الورق وفقا لتعبيرهم أبراهيم نهاد قناة دجلة بغداد